رئيس الوزراء ضرورة تقنين اوضاع جميع محطات المياه الاهلية وان تكون مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة جاء ذلك خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات المشاكل الصحية للمواطنين بسبب قضية المياه التي وقعت بالابراهيمية بمحافظة الشرقية وكلف محلب المحافظين بمتابعة حصول محطات المياه الاهلية على شهادة رسمية بمطابقتها للمواصفات والتأكيد على المراقبة الدورية عليها من جانبها اوضح وزير الصحة ان هناك خمس محطات مياه حكومية بمركز الابراهيمية بالاضافة الى سبع محطات اهلية غير مرخصة تقوم ببيع المياه للمواطنين مشيرا الى انه تم اخذ عينات من كافة المحطات وقد اظهرت التقارير ان المشكلة كانت في عدم صلاحية المياه المعبئة من المحطات الاهلية نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا ووجود عنصر الرصاص في عدد من الجركن موسيقى